طيب عايزة أستأذنك بقى أننا عشان يعني ما ننسهوم شوفوا وسط كلام فيه ناس من مشاهدين أبعثونا أسئلة سؤال من رايحانة عبد المجيد بتقول صباح الخير كنت عايزة أسأل دكتورة دينة هل رائحة العرق الكريهة والنفاذة لها علاقة بنقص الفيتامينز ولا لا؟ بيبقى ليها علاقة طبعا بنقص الفيتامينز والأهم أه طبعا فيتامين بي أنا بقول فيتامين بي ده اللي بيعلي الميتابوليزم وبيعليلي سرعة التمثيل الغذائي وبيشتغل أس دي توكسيفيكيشن للجسم بيطرد السموم من الجسم فلازم تدعم أو أي حد عنده رائحة عرق غير مستساغة دعمه بقالبا مالتي فيت عشان ده بيطرد السموم من الجسم فقالبا مالتي فيت هناخد منه قرص واحد بس أنا ما بحبش نقاط ما يكونش السموم اللي بتطرد هي اللي بينتج عنها الرائحة النفاذة بعد فترة هتلاقي مفيش ريحة يعني بعد فترة لما بنطرد السموم دي خالص من الجسم سموم مكتومة مش هيلقوا في ريحة عرق جميل طيب وطبعا للنظافة الشخصية مش هاخد قلبة ومستحماش ومستحماش بالله ما أعطوشكم بس طيب لا ده لازم الحمام يوميا على فترة في الصيف يعني وبالذات في الصيف